التناجي ضايقت من حديثنا فقد كنا نتحدث بموضوع خاص وكان صوتنا منخفضا بعض الشيء وهل يصح لنا إذاء مشاعر أصدقائنا هكذا؟ أما سمعتن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه ويقصد بالتناجي التحدث سرا كما كنتما تفعلان إذن فالاختلاط بالناس يعني أن نرجع الحديث لحين اختلاط الناس هذا صحيح تختلطوا بالناس أي يختلطوا الثلاثة بغيرهم لأن التحدث سرا بين اثنين يؤذي الثالث ويظهر ذلك المعنى في قوله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يحزنه أي لأن ذلك يؤذيه ويدخل الحزن في نفسه ما أجمل خلق النبي صلى الله عليه وسلم لقد استفدت كثيرا من هذا الحديث فهو يؤكد أن دين الإسلام حرم إذاء المسلم في دمه وبدنه وماله وعرضه وحتى مشاعره وهذا يدل على عظم حرمة المسلم ومكانته عند الله تعالى معك حق ويعلمنا أيضا أنه ينبغي مراعاة شعور الآخرين وتجنب ما يثير الشك أو الريبة في نفوسهم مثل مناجات الاثنين دون الثالث وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة في نهيه عن التناجي لأن التناجي يسبب مفاسد منها أن النجوة تؤدي للغمز واللمز ثم التفرقة والتمزق ولكني ألاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم خص مناجات الاثنين دون الثالث بالذكر فماذا لو كانوا أربعة؟ أظن أن هذا يعني أنهم لو كانوا أربعة فأكثر فتناجي اثنين دون البقية جائز إنه كذلك مثل ما قالت عائشة كما يجوز أيضا تناجي الاثنين دون الثالث إذا أذن لهما بذلك كما يرشدنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الشيطان يحرص على أن يقع في نفس من استثني من النجوة الأوهام والشكوك لذلك على من وقع منه التناجي أن يعتذر من أخيه ويبين له ما كان منه من نجوة إذن علينا أن نعتذر لصديقتنا وإذا كنا ثلاثة فإني أجتنب التناجي مع صديقة دون الأخرى مراعة لمشاعرها ونجتنب أيضا التناجي بالغيبة والنميمة والإدرار بالآخرين جزاك الله خيرا يا معلمة على هذه المعلومات لقد استفدنا كثيرا والآن سنذهب لصديقتنا لنعتذر لها وجزاك مثله يا ريمة ولكن عليك أولا بتلخيص ما تعلمناه اليوم خلاصة ما تعلمناه اليوم قال صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجي اثنان دون الآخر حتى تختلط بالناس من أجل أن يحزنه معاني الكلمات يتناجى يتحدث سرا تختلط بالناس تمتزج بهم من أجل أن يحزنه لأن ذلك يؤذيه ويدخل الحزن في نفسه معاني الحديث وإرشاداته دين الإسلام حرم إذاء المسلم ينبغي مراعاة شعور الآخرين تناجي لاثنين دون الثالث يسبب مفاسد الشيطان يحرص على أن يوقع في نفس من استثني من النجوة الأوهام والشكوك تطبيقات سلوكية أجتنب التناجي مع صديقة دون الأخرى مراعاة لمشاعرها أجتنب التناجي بالغيبة والنميمة والإدرار بالآخرين مراعاة للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر